ومن جانبه فند وزير وتعليم العالي والبحث العلمي طهر حجار ما تردد عن تحديد نسبة نجاح مسبقا في الباكالوريا ب37% بسبب عجز محتمل في المقاعد البداهجية ونفى بالمقابل وجود ولو حامل وحيد لشهادة الدكتوراه يعاني من البطلة وفي رده عن سؤال متعلق بموقف إدارته من الاحتصام المفتوح الذي يعتزم طلبة الدكتوراه والماجستر تنظيمه يوم ثلث جوان أمام وزارة التعليم العالي من أجل مطالبة بضمانات للحصول على منصب شغل دائم بمجرد تخرجهم رد حجار أنه لم يسمع بوجود دكتر بطلين مشيرا إلى أن الجزائر تحتاج إلى 30 ألف دكتور إضافية